بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وبناتنا طلبة وطالبات الصف السل الصناعي الأقسام الميكانيكية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودرس جديد ومادة التخطيط وإدارة الإنتاج النهاردة رجعت لكم تاني بعد حلقتنا اللي فاتت لما خدنا فيها أنواع المشروعات وأنواع الشركات وعرفنا أننا المشروعات عندي في مشروعات بتكون زي المشروعات الخدمية، مشروعات إنتاجية، مشروعات مغزية ما تنساش أن احنا قلنا في المشروعات المغزية أن دي مشروعات بتكون صغيرة ومتوسطة بتغزي المشروعات الكبيرة زي المشروعات اللي بتصنع السكر زي المشروعات اللي بتصنع المواد الكيموية زي المشروعات اللي بتصنع الكابلات والزجاج والكاوتشوك الصناعات اللي بتصنع السكر كانت بتغزي الصناعات بتاعة المياه الغزية الصناعات اللي كانت بتصنع المواد الكيموية ودي كانت بتغذي الصناعات الدوائية الصناعات اللي كانت بتصنع الكابلات والكوتشوك والزجاج ودي كانت بتغذي صناعات السيارات ما تنساش ان احنا قلنا ان انا فيه فرق عندي ما بين كلمة الشركات وما بين المشروعات لما تكلمنا عن الشركة وقلنا ان احنا الشركات دي كلمة شركة معناها ان انا بدرس طريقة الشراكة داخل الشركة فقلنا ان عندي شركات خاصة اللي بيكون صاحبها الشخص اللي بيمولها برأس المال انما كان عندي حاجة اسمها شركات المسئولية المحدودة شركات التوصية البسيطة وشركات التضامن وعرفنا ميزة وعيب كل شركة طب احنا جايين النهاردة ليها مستر محمد النهاردة جايين علشان نشوف رقم واحد الشركات دي حنعمل اشهار للعقد بتاع حزاي رقم اتنين لازم نشوف الاداء الوظيفي داخل العمل حيتقسم لايه في عندي مجموعة من الوظائف اللي بنسميها مجموعة الاداء الوظيفي او مجموعة الادائية الوظيفية والمجموعة الادائية السلوكية يعني بتزبط السلوك وبتزبط الوظائف تمام ولكن برضو لازم نشوف مع بعض الاقسام الادارية داخل المشروع ايه عندي في الاقسام الادارية عندي حاجات زي المخازن عندي حاجات زي شعبة التسويق مثلا داخل المشروع بتاعي يبقى انا لازم الاول اكون عندي اشهار للشركة وحنعرف الاشهار ده بيكون ازاي لازم بعد كده اتعرف على الاقسام الادارية داخل الشركة واللي من خلالها حزبط الاداء العملية داخل الشركة طيب هو المشروع بتاعي لما انا عملت شركة ما بيني وما بين مجموعة من الافراد لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل اشهار للعقد اللي ما بنا طيب والاشهار ده نعمله في اي وقت بعد ما نشتغل او قبل ما نشتغل لا ده الاشهار ده لازم يكون مشروط انه يكون خلال 15 يوم من تحرير العقد يعني احنا قعدنا مع بعض وعملنا عقد شراكة ما بيننا وما بين بعض لازم يتم اشهاره في المحكمة بعد 15 يوم من توقيع العقد طيب العقد ده حلازم يكون متضمن ايه؟ نمرة واحد لازم يكون متضمن اسماء الشركاء رقم اتنين مدة العقد ما هو ممكن نكون احنا عاملين شركة والشركة ديه تلوقت معين وحتنته وممكن تكون طويلة الامن يبقى انا لازم اكون عارف اسماء الشركاء مدة الشراكة بتاعتي العقد ده بدأ امتى ويعتبر ساري من امتى نصيب كل شريك في رأس المال نصيب كل شريك في الارباح نصيب كل واحد في الارباح لان طبعا لما يكونوا مجموعة من الشركاء مش كلهم حيبقوا مديرين ولكن حيتقسموا الاقسام اللي موجودة داخل الشركة كل واحد يدير حاجة وممكن يكون واحد منهم بس هو اللي مفوض وبالتالي هو اللي حيدير والبقيين حيستنوا الارباح يبقى كل البنود دي لازم تكون موجودة في العقد والعقد يشهر امتى العقد يشهر خلال خمسة عشر يوما من تحريره تعالوا نبصوا مع بعض كده ازاي هيكون فيه اشهار للمشروع وايه هي البنود اللي بيتضمنها عقد الشراكة ونرجع لبعض تاني نشوف الاقسام الادارية اشهار المشروع بيستوجب ان يكون عقد الشركة عقد المشروع ما بينه وما بين بعض مكتوبا كما يستوجب ايضا اشهار تكوين الشركة وكذا اشهار ملخص العقد لازم العقد ده نلخصه ويشهر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع العقد اول ما نكتبه خلال خمستاشر يوم نوقعه طب الاشهار ده هيكون فين؟ ويكون اشهار عقد التكوين بالايداع بقلم الكتاب لدى المحكمة الابتدائية زي ما احنا بنقول كده بناخد عليه صحة التوقيع او نشهد كلنا ان العقد ده في المحكمة بقى عقد ساري التي يقع في دائرته يبقى يستوجب عقد الشركة ان يكون مكتوبا كما يستوجب ايضا اشهار تكوين الشركة وكذا اشهار ملخص العقد خلال خمستاشر يوم يبقى ده بند تخلي بالك منه اكيد حتتسأل عليه في الامتحانات زائد كمان ان الاشهار ده بيكون بالايداع في القلم الكتاب لدى المحكمة الايه؟ الابتدائية طب تعال نشوف مع بعض هو انا دلوقت العقد ده بيتضمن على ايه؟ بيقولك وبصفة عامة يجب ان يتضمن عقد الشركة اهم البنود التالية ايه هي بقى البنود اللي حيتضمنها؟ رقم واحد اسماء الشركاء والاسم المتفخ عليه للشركة يبقى الشركة دي انا حنسميها باسم معين وكمان يكون اسماء الشركاء موجود في العقد والاهداف التي تكونت الشركة من اجله ممكن الشركة دي تكون شركة خدمية ممكن تكون استثمارية ممكن تكون شركة من الشركات اللي بتعمل صناعات مغزية يبقى لازم اقول الهدف من الشركة دي ايه؟ يبقى العقد اهم بند في بنود اللي بيتضمنها العقد رقم واحد اسم الشركة نمرة اتنين الاسم المتفخ عليه للشركة واهداف الشركة رقم اتنين تاريخ تكوين الشركة ومدة سرايان العقد انا الشركة دي بدأت امتى؟ عملها ومدة سرايان العقد يعني الشركة دي حتى انها شغالة لغاية امتى؟ والتصرفات والاحداث الموجبة لوقف سرايانه يعني ممكن اكون كاتب في العقد اذا احد الشركاء مثلا اخلي ببند من البنود التالية مثلا واكتب البند ده يبقى الشركة دي تنوقف سرايان العقد من تلقاء نفسه نمرة تلاتة انصبة الشركاء في رأس المال ممكن واحد يكون كان مساهم بربع رأس المال وواحد مساهم بنص واحد مساهم بعشر يبقى انا لازم اكون كاتب في العقد انصبة كل شريك لان دي هتحدث حاجات تانية في الجزئية الخاصة بالارباح رقم اربعة السلطة المخولة لكل شريك من الشركاء في ادارة الشركة وما يقع عليه من واجبات يبقى احنا بعد ما نعرف اسم الشركة واسماء الشركاء والاهداف بتاعتها نحدد تاريخ التكوين ومدة سرايان العقد ومدة سرايان الشركة دي والتصرفات اللي فيه ونحدد انصبة كل شريك بعد ما نحدد الانصبة دي بالتأكيد كل واحد على حسب نصيبه حيكون له سلطة في الشركة اللي حيكون له النصيب الاكبر حيكون له سلطة اكبر يبقى انا انمر اربعة بحدد في العقد السلطة المخولة لكل شريك من الشركاء في ادارة الشركة وما يقع عليه من واجبات رقم خمسة النظام المحاسبي الواجب اتباعه والمجموعة الدفترية الواجب استخدامه يعني احنا هنتحاسب كل قد ايه هنتحاسب كل سنة ولا هنتحاسب ربع سنويا يعني كل كل تلات شهور ولا هنتحاسب نصف سنويا كل ست شهور يبقى انا هحدد في العقد النظام المحاسبي الواجب اتباعه والمجموعة الدفترية الواجب استخدامها والفترة المحاسبية المتفق ايه المتفق عليه يبقى انا كده خدت هنا خمس نقاط بس هما مش دول كل النقاط تعالى نكمل النقاط دي نشوف رقم ستة المعالجة المحسوبية لمحسوبات الشركة وحدود هذه المسحوبات يبقى انا هشوف مسحوبات الشركة وحدود المسحوبات دي والمعالجة المحاسبية للقروض لأننا ممكن تكون الشركة بتاخد قروض عندي اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي قروض قصرة الأجل والمتوسطة الأجل وطويلة الأجل ممكن تكون بتاخد القروض دي من جهات اقتمانية زي البنوك وممكن تكون بتاخد قروض كمان من الشركاء بحيث انه هو ياما بيحطها ويزود نصيبه فيزود رأس المال او بيقرضها للشركة كمقرض يعني داين للشركة يبقى انا حشوف المعالجة المحاسبية لمسحوبات الشركة وحدود هذه المسحوبات والمعالجة المحاسبية للقروض المتبادلة بين الشركة والشركاء ومعالجة الزيادة في رأس الايه؟ في رأس المال نمرة سبعة طريقة توزيع الأرباح والخسائر لازم العقد بتاعي يتضمن هل كل الخسائر حتتوزع علينا بالتساوي ولا الخسائر حتتوزع علينا بزي الأرباح على قيمة كل نصيب من رأس المال واحد موجود في الشركة ديه وبيملك ربع رأس المال يبقى أرباحه توصل الربع وخسائره توصل ربع الخسائر يبقى طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء والأساس التي الذي ترتكن إليه وتوقيت استحقاق الشركاء للأرباح زي ما قلنا اللي هي الأنظم المحاسبية يبقى أنا دلوقتي عندي مجموعة من البنود لازم أكون عارفها وأنها تكون موجودة داخل إيه؟ داخل العقد إجراءات فض المنازعات لو حصل نزاع ما بين الشركاء يحصل إيه؟ لازم يكون مكتوب جوه العقد من اللي حيفض النزاع هل النزاع ده حنفضه باجتماع ما بيننا ونتفقه برأي الأغلبية؟ ولا النزاع ده حيتفض زي ما احنا أشهرنا العقد في المحكمة الابتدائية نروح للمحكمة وهي تفض ما بيننا يبقى لازم يكون إجراءات فض المنازعات بين الشركاء وإجراءات تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب وطرق تقويم الأصول طيب أنا دلوقتي عرفت أن أنا عملت شركة وعملت لها عقد والعقد ده أشهرته وعرفت البنود الأساسية اللي المفروض تكون موجودة فيه أنا بقى عندي داخل الشركة لازم يكون عندي مجموعة من الأنظمة مجموعة الأنظمة ديت هي اللي بتحدد طريقة العمل يعني ما عندي في الأنظمة دي مجموعة الأنظمة الأدائية يعني الأنظمة اللي حشتغل بيها وحضبط بيها أداء العاملين عندي مثلا في الشركة ممكن تكون الشركة دي كلها أيما مثلا على الاستراد والتصدير يعني شغل استثمار يبقى أنا عندي ناس شغالة شغالة على الاستراد ناس شغالة على التصدير ناس محاسبين محاسبين بيربطوا رأس المال اللي داخل واللي خارج يبقى دي مجموعة الأنظمة الإدارية إنما في عندي كمان مجموعة من الأنظمة اسمها مجموعة الأنظمة السلوكية المجموعة الأنظمة السلوكية اللي بتشوف سلوك العاملين داخل المنشأة بتاعتي أو داخل الشركة بتاعتي علشان نشوف سلوك كل عامل هل سلوكه ده بيساعدني على زيادة أرباحي لو الشركة دي كانت شركة انتاجية أو صناعية هل سلوكه داخل العمل بيساعدني على زيادة الانتاج وبالتالي حيساعدني على زيادة الأرباح يبقى أنا عندي مجموعة الأنظمة الأدائية عندي مجموعة الأنظمة السلوكية عندي مجموعة من الأنظمة الوظائفية طب ليه قلت الوظائفية بعد الأدائية والسلوكية هقولك ليه لأن مجموعة الأنظمة الأدائية دي حتجيب الأنظمة الإدارية والسلوكية وتبدأ تحط لي كل واحد في المكان المناسب لي أشوف سلوك العاملين وعملهم الإداري في المحيط بتاعهم وابدأ أحطه فيه نظام وظيفي يناسبه ويناسب سلوكه علشان يديني أكبر عائد أو أكبر إنتاج مرجو منه تعالوا نشوف مجموعة الأنظمة اللي موجودة عندي في الأقسام الإدارية نبصوا كده مع بعض النظم الإدارية اللي احنا بنستخدمها في العمل أول نظم من النظم دي اسمها مجموعة الأنظمة الأدائية ومجموعة الأنظمة الأدائية هي الأنظمة التي تحسن من الإنتاج والعمل الفعال يبقى أنا بضبط أداء العاملين علشان أحسن من إنتاجي وخلي العمل بتاعه عمل فعال وساعد الناس على الابتكار مثل نظم المعلومات طيب تاني نوع من المجموعات بتاعة الأنظمة اللي هي مجموعة الأنظمة السلوكية ومجموعة الأنظمة السلوكية وهي الأنظمة التي تحسن من السلوك وتهتم بالناس لأنهم أعضاء تنظيم المشروع هحسن من سلوكهم يبقى أنا في الحالة دي بختار بشوف السلوك بتاع الموظفين وبغير السلوك بتاعهم لطريقة سلوك تعمل لي تحسين في إنتاجي وتعمل لي تنظيم في عمل المشروع وتزود لي أرباحه طب طالد تالت نوع من الأنظمة الأنظمة الوظائفية والأنظمة الوظائفية اللي هتعمل تحليل لأنظمة الأداء والسلوك وتوظف كل شخص في المكان المناسب ليه يبقى مجموعة الأنظمة الوظائفية هيبقى تعرفها هي الأنظمة التي تحسن وتربط بين الأداء اللي هو جاي من الأنظمة الأدائية والسلوك اللي جيه من الأنظمة السلوكية وهي نظم ولوائح وإجراءات وسياسات خاصة بالنواحي المالية والإنتاجية والتسويقية والأفراد والمخازن والمشتريات والمبيعات والإعلان والنظم المحاسبية يبقى مجموعة الأنظمة الوظائفية دي خدت من الشغل اللي عملوه في الأنظمة الأدائية والسلوكية عشان تحسن عندي في كل أوجه العمل اللي موجودة عندي داخل الشركة يبقى النظم الإدارية عندي فيها تلات نظم نظم أدائية، نظم سلوكية، نظم وظائفية ولكن لازم أبقى أعرف بقى الأقسام الإدارية داخل المشروع بتتكون من إيه؟ التسويق أول نوع عندي من الأقسام الإدارية اللي موجودة وهي قسم التسويق وقسم التسويق عندي من أهم الأقسام اللي أنا بحتاجها في أي مشروع خصوصاً لما يكون المشروع ده مشروع إنتاجي أنا محتاج أعمل عملية تسويق علشان أبيع المنتج بتاعي طب حبيعه إزاي؟ نمرة واحد ما ينفعش تبدأ في الإنتاج أساساً قبل ما يكون عندك قسم تسويق ليه؟ لأن قسم التسويق بينزل يعمل حاجة اسمها بحوث التسويق بحوث التسويق يعني إيه؟ يقول لي مثلاً أنا واحد ييجي يقول لي في التسويق أنا عايز أصنع مواد غزائية المواد الغزائية دي ممكن تكون أي مواد مثلاً من المواد الغزائية المعلبة اللي بيأكلها الأطفال طيب المادة الغزائية دي انت عايز أو بتستهدف بيعها فين؟ بستهدف بيعها مثلاً في المدارس بستهدف بيعها في المحلات التجارية طيب واحد تاني يقول لي أنا لا أنا بستهدف بيعها في الماركتات الكبير طيب يبقى أنا معنى كده إن دي حيكون لها خامة ودي حيكون لها تغليف ودي حيكون لها ترويج آه ثانية واحدة أنا قلت إيه؟ إن أنا لما حعمل بحوث التسويق حسأل مين اللي حيشتري المنتج ده؟ أطفال؟ ولا كبار؟ ولا أطفال وكبار؟ طب هو الكلام ده حيفرق في حاجة مستر محمد؟ أه طبعاً حيفرق لما حيفرق إن أنا حيشتريه أطفال يبقى أنا عايزة نزله بسعر معين بيتناسب مع مصروف الأطفال دي كمان إن أنا لما جاء أصممه حصممه بطعوم مثلاً معينة تناسب الأطفال دي وحصممه كمان بشكل يجذب انتباه الأطفال يبقى أنا كده عملت بحوث التسويق وعملت كمان تصميم للمنتج وبعد ما عملت تصميم للمنتج حعمل تسعير للمنتج آه ما أنا الأول لما عملت بحوث عملت البحوث دي عشان أعرف شكل المنتج ونوعه وسعره اللي حيتناسب مع الناس اللي أنا بستهدف إن أنا بيع لهم دي حاجة يبقى أنا عملت بحث عملت تصميم عملت تسعير كمان حعمل ترويج المنتج بتاعي لو أنا نزلته في الأسواق ونزلته في الأسواق والناس ما تعرفش عنه حاجة آه يبقى الناس مش هتروح تشتريه إنما ممكن أعمله عمليات ترويج الترويج ده اللي حيخلي الناس تعرف إن فيه منتج اسمه كذا والمنتج ده عبارة عن كذا والأطفال حيجزى بانتباهها بالإعلان اللي شافته تمام؟ يبقى أنا عملت بحث عملت تصميم عملت تسعير عملت ترويج وبعد كده أعمل إيه؟ أعمل خدمة رجال البيع الناس اللي بتنزل توزع في المحلات الناس اللي بتنزل تبيع للماركتات تمام؟ يبقى أنا عملت مجموعة من الإيه؟ مجموعة من الأنشطة والأنشطة دي كان هدفها إيه؟ الأنشطة دي اللي هي تسويق وترويج وتصميم وتسعير مجموعة الأنشطة دي كان الهدف منها إن أنا بيع منتج معين إن أنا بيع منتج إيه؟ منتج معين يبقى التسويق عبارة عن نشاط أنا بعمله علشان أبيع طب علشان أعمل النشاط ده النشاط بيتكون من إيه؟ من بحث وتصميم وتسعير وترويج وخدمة رجال البيع تعال نشوف بكل بند من البنوت دي ونعرفه إزاي لما ينطلب مننا في أسئلة الامتحانات نبص كده مع بعض التسويق لازم أبقى عارف معنى التسويق فحقول إن التسويق هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تتسم بالتكامل يعني كلها مربوطة ببعض كلها حتساند بعض كلها حتحقق عمل بعض والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق التبادل الفعال للمنتجات في ظل معطيات البيئة ويتضمن التسويق ممارسة الوظائف التالية يبقى أنا التسويق ده مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتسويق ده اللي هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة حيعمل تبادل ما بين الأقسام والوظائف اللي أنا حقولها دلوقتي إيه هي الوظائف دي بقى؟ نمرة واحد بحوث التسويق البحوث ده يعني إيه؟ يعني أنا بعمل بحث عن حاجة بشوف الحاجة دي لها أو مجدية ولا مش مجدية يبقى وهو ذلك النشاط الذي يعني بدراسة الأسواق والتعرف على طبيعة المستهلك وخصائصه وتوزيعه الجغرافي ما أنا ممكن أعمل حاجات يمكن توزيحها في القرى وحاجات توزع في المدن وحاجات توزع في المدن الكبيرة والسياحية بالحاجات اللي حتتوزع في المدن الكبيرة والسياحية ما ينفعش توزع مثلا في القرى يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ البحوث دي يبقى بحوث التسويق وهو ذلك النشاط الذي يعني بدراسة الأسواق والتعرف على طبيعة المستهلك ومتطلباته طبعا وخصائصه وتوزيعه الجغرافي وتوزيعه حسب الدخل واحتياجاته حسب الايه؟ الدخل أنا بستهدف ناس معين طب أنا بعدما عملت بحوث التسويق لازم أعمل إيه؟ لازم أعمل تصميم للمنتج أنا عارف المنتج ده رايح لمين؟ رايح لأطفال؟ ولا الكبار؟ رايح لناس رايحة شغلها الصبح مثلا ولا رايح لناس بتصيف؟ آه يبقى أنا حصمم المنتج بتاعي وهو تطوير تصميم المنتجات وفقا لرغبات المستهلكين وكذلك تصميم العبوات والأسماء التجارية والعلامات التجارية بالشكل الذي يحقق أهداف التميز من ناحية وحيازة قبول المستهلك من ناحية أخرى يبقى أنا لما حصممه حصممه طبعا لرغبات المستهلكين وكمان العبوات في عبوات محتاجة تكلفة كبيرة ولكن هم المستهلكين محتاجين كده محتاجين عبوة شكلها كده محتاجين عبوة قيمة أو المنتج بتاعي محتاج عبوة خفيفة مش عبوة تقيلة اللي حيتغلب بيها المنتج يبقى أنا رقم واحد عرفت بحوص التسويق رقم اتنين تصميم المنتجات نمرة ثلاثة التوزيع طب التوزيع ده اللي هو ايه؟ يتعين اختيار قناة التوزيع المناسبة فهل من الأفضل أن تبيع المنشأة مباشرة إلى العملاء؟ يعني يبقى عندي مصنع بيصنع مواد غزائية ويقول للناس روحوا اشترهم المصنع أم هل الأفضل البيع لتاجر الجملة؟ أم البيع عن طريق مندوبين؟ أو أن أنا أبعتها لهم بالبريد؟ أو أن أنا أعمل إعلانات في التلفزيون والناس تطلب مني فأبعتها لهم عن طريق الحاجات اللي هي التوصيل للمنازل؟ يبقى أنا في عملية التوزيع بعمل أبحاث عشان أشوف القناة المناسبة للتوزيع هل أقول للناس تعالوا اشترهم المصنع؟ ولا أنا أروح أبيع لتجار الجملة مثلا؟ وتجار الجملة طبعا بيبيعوا لتجار التجزئة أم البيع عن طريق مندوبين؟ عن طريق إعلانات مثلا بيئة تلفزيون وغيرها يبقى أنا عرفت المرة واحد بحث التسويق رقم اتنين تصميم المنتجات رقم تلاتة ايه التوزيع؟ رقم اربعة الترويج كلمة الترويج دي اللي هي الأنشطة يعني اللي احنا بنعملها علشان نظهر المنتج اللي هي الإعلانات الإعلان عن المنتج يبقى أنا الترويج ويقصد به مجموعة الأنشطة التي تؤدي إلى تنشيط المبيعات في الأسواق أنا بعمل لهم إعلانات عشان أعرفهم بالمنتج ومميزته واجزب الناس ليه؟ ويتضمن الترويج عدة طرق منها الإعلان والإعلان هو فن التعريف بعرفهم به يعني ويتطلب ضرورة تصميم الرسالة الإعلانية المناسبة القادرة على لفت انتباه العميد يعني أنا أجزب انتباههم علشان يشتروا المنتج وأنا بجزب انتباههم بحطه لهم في شكل مناسب وبحطه لهم في سعر مناسب وبحطه لهم كمان في مواصفات مناسبة تجزب انتباههم يبقى رقم واحد كانت بحوث التسويق رقم اتنين تصميم المنتجات رقم تلاتة التوزيع رقم اربعة الترويج رقم خمسة بقى رقم خمسة التسعير لازم أحدد سعر مناسب علشان المنتج يتشارع عندي طيب التسعير ده لو جي تعرف اقول ايه ان تحديد الاسعار المناسبة للمنتجات من القضايا الحيوية التي تواجه مدير التسويق يعني مدير التسويق شاف ان التكلفة بتاعتي مثلا عشرة عشر جنيهات يبقى لازم يحط أرباح بس ما يزودهاش علشان يجزب انتباه العامل انه يقول ان المنتج ده رخيص يبقى ان تحديد الاسعار المناسبة للمنتجات من القضايا الحيوية التي تواجه مدير التسويق فالمطلوب ان يكون السعر مقبولا من قبل المستهلكين وان يكون سعر تنافسي يعني نافذ به نفس المنتجات اللي زي اللي انا ببيعها في السوق وفي ذلك الوقت يحقق قدر من الربح المعقول للمنشأ يبقى الراجل اللي شغال على التسعير ده اللي هو مدير التسويق بتاعي بيبقى محطوط تحت ان هو عايز يحط أرباح فوق التكلفة ولكن مش عايز يزود الأرباح دي علشان يخلي السعر مقبول من جهة وفي نفس الوقت يعمل تنافس ما بين السلعة اللي احنا هنبيعها وما بين السلعة اللي تشبهها في السوق بالزبط طيب الرقم اللي بعد كده اللي هو إدارة رجال البيع وده بيلزم لاختصاصات رجال البيع وتحديد المناطق البيعية لكل منهم وتحديد أسلوب المكافأة لكل منهم طبعا لو الرجال البيعوا دول عملوا مبيعات زيادة وإعداد البرامج التدريبية التي تكسبهم المهارات الفنية والسلوكية من أجل التعامل الفعال مع العملاء دي بقى أنا عرفت أن من ضمن الأقسام الإدارية المهمة اللي هي أقسام أو قسم التسويق طيب أنا عندي قسم تاني مهم جدا وهو قسم المخاز طيب بعد ما عرفنا أن أنا عندي قسم اسمه قسم التسويق حيبقى عندي قسم اسمه قسم المخازن وقسم المخازن ده أولاد من الأقسام المهمة جدا ليه؟ هتقول لي مخزن يعني أنا بخزن فيه بتخزن فيه إيه؟ آه خلي بالك أن أنت بتصنع أنت مصنع بتصنع منتجات معينة هي المنتجات دي أنت بتشغل المكان تطلع منتجات ولا أنت بتدخل خمات؟ مش إحنا خدنا مع بعض إن من عناصر المشروع الأرض والعمالة والآلات والمعدات وكمان رأس المال اللي حنجيبه إذا كان بالتمويل الذاتي أو بالقروض ولكن خدنا كمان الخمات اللي إحنا قلنا عليها خمات أولية وخمات نصف مصنعة وخمات منتهية الصنع وخمات مستهلك مش الخمات دي أنا لما جيبها هحتاج إن أنا حطها في مخزن؟ آه طب أنا الخمات دي لما حتتصنع حتبقى منتجات بالزبط كده يبقى المخزن ده حيخزن إيه؟ حيخزن الخمات وحيخزن المنتجات اللي خارجها لغاية ما باح بس كده؟ لا طبعا ده هو خلي بالك إن المخزن مسموش بيخزنه بس لا ده بيخزن ويوفر الجو الملائم للمحافظة على محافظة على إيه بقى؟ على الخمات اللي دخلها والمنتجات اللي خارجها وقطع الغيار كمان اللي أنا ممكن أستخدمها لو فيه أي مكينة من المكينات حصر فيها عطل خمات ومنتجات وقطع الغيار يبقى أنا عندي الثلاث حاجات دولة اللي أنا بخزنها بس خلي بالك مش معنى إن أنا بخزن خمات علشان تخش للمصنع تتصنع جوه أو بخزن منتجات عشان تخرج ويه بمعنى أصح بوفر لها الجو الملائم للمحافظة عليها إن ده يكون عمل المخزن بس لا ده عمل المخزن إنه يحافظ على نسبة معينة يعني إيه حافظ على نسبة معينة من المخزون أقول لك يعني إيه حافظ على نسبة معينة من المخزون إنت دلوقتي مثلا بتصنع مادة غزائية فإنت محتاج يكون عندك مثلا طن من الدقيق فإنت المصنع عمال يسحب من الطن ده يسحب من الطن ده دقيق مثلا بيسحب كل يوم ميت كيلو ما ينفعش ييجي بكرة ويقول له ما فيش دقيقة دقيقة خلص من المخزن أمال إيه لازم يحافظ على منسوب معين من المخزون يعني كل مادة ده لو أنا موجود عندي طن في المخزن قبل ما يوصله يقل المنسوب من الطن اللي هو ألف كيلو جرام يوصل مثلا ساي ميتين كيلو قبل ما يوصل لمتين كيلو يكون هو آيل لقطاع المخازن أو قسم المخازن تعال ورد لي أو جب لي أو شوف لي الناس اللي ممكن تورد بالطرق المختلفة اللي احنا حنعرفها كمان شوية يبقى أنا دلوقتي المخازن ده بيحافظ على الخمات اللي دخلة والمنتجات اللي خارجها وقطع الغيار لا ده كمان حيحافظ على نسب معينة تكون داخل المخازن من ايه؟ من الخمات والمنتجات وقطع الغيار بحيث ان يكون فيه دايما تدفق مستمر للخمات طول ما المصنع طالب خمات تكون دخلة في عملية التصنيع كلما المخزن بيلبيه له احتياجاته وفي نفس الوقت بيكون عندي كمان منتجات خارجة طب خلي بالك من حاجة ان أنا عندي حاجة اسمها مخزن العينات مخزن العينات ده بيكون متشال فيه عينات من حاجات كتير قوي حاجات كتير زي ايه؟ انا ممكن اكون شايل عينة من المنتج اللي انا بصنعه هتقول لي اشيء العينة من المنتج ليه؟ اقولك فيه سببين مهمين السبب الاولاني اننا الناس اللي بتصنع مش لازم بقى تكون مواد غزائي ممكن انت تكون بتصنع جزء فيه سيارة بتصنع مسامير بتصنع صواميل بتصنع اجزاء فيه محركات يبقى انت الناس اللي بتصنع الاجزاء دي موجودة عندك جوة المصنع انت بتطلع له العينة وتقول له ايه؟ انا عايزك دي تطلع زيها بالضبط علشان انا لما حاسب الفن اللي بيشتغل حعمل قياساتي وابعادي على العينة دي يبقى انا العينات دي او مخزن العينات ده بيشيل عينات لمين؟ للمصنعين ومين كمان بيشيل عينات للناس اللي بتيجي تشتري مني الناس المستهلكين لما يجي يقول لي ورد لي مثلا مية قطعة من المنتج ده هتوردها لي شكلها ايه؟ او ما طلع له عينة واقول له هتطلع لك مية قطعة بنفس الشكل ده وبالمقاسات دي وبالمواصفات دي يبقى انا عندي مخزن وعندي مخزن عينات عندي مخزن اللي اللي بخزن فيه خمات ومنتجات وقطع غيار وعندي مخزن عينات اللي انا ممكن اديها للمصنعين عشان احاسبهم عليها وديها كمان للمستهلكين اللي هيشتروا مني على نفس العينة وكون دي برضو العينة اللي انا هشتري زيها بالزبط هشتري زيها بالزبط قطع الغيار يبقى تعالى كده نشوف عندنا بس خلي بالك لما هيكون مصنع كبير والمصنع ده لوف وروح في كل المحافظات لازم يكون عندي مخزن عمومي بتاع المصنع الرئيسي اللي هو مثلا في العاصمة بتاعتنا وكمان يكون عندي مخزن في الاقليم ومخازن فرعية صغيرة في المدن الصغير يبقى انا عندي مخازن اقليمية مخازن فرعية مخازن عمومية بتاعة الشركة الرئيسية اللي بتبدأ تنقل لمين تبدأ تنقل للمخازن اللي اقل منها اللي هي الفرعية والاقليمية تعالى نشوف مع بعض يعني ايه مخازن وايه هو دور المخازن وانواع المخازن تعالوا نشوف مع بعض كده الانواع بتاعتنا الاخسام الادارية بالمشروع من ضمن الاخسام المخازن والمخازن الهدف من المخازن هو تهيئة الظروف المناسبة لتخزين المواد والادوات والمهمات والاصناف والمحافظة عليها من جميع العوامل المؤثرة في خصائصها يعني لما خزن حاجة لازم اكون بعمل لها عملية حفظ والحفظ ده يعني ما تتغيرش خصائصها وطبيعتها لأطول مدة ممكنة طب ومنها ايه الحاجات اللي انا بخزنها استقبال الخامات وفحصها وقضها في الدفات يبقى انا اول حاجة بتخش المخزن هي الخامات رقم اتنين توفير التخزين السليم لكل نوع على حدة خلي بالك انه ممكن يكون عندي حاجات زي المواد السائلة حاجات زي المواد الصلبة حاجات زي مواد لينة حاجات موجودة في كاراتين حاجات موجودة في شكاير يبقى لازم اوفر لكل نوع من الانواع دي تخزين سليم لكل نوع يحفظ عليها لحين طلبها رقم تلاتة صرف الخامات ومراقبتها يبقى انا بصرف ليه الاخسام بتاعتي اللي بتشغل بصرف لها الخامات دي وبرائب الصرف ده لان بيجي قدام الخامات اللي بتتصرف بيجيني قدامها منتجات رقم اربعة استقبال المنتجات واعدادها للشحن يبقى نبتدي من هنا من اول الخامات اللي هي اللي دخلة لحد المنتجات الخارجة طريقة التخزين وطريقة ايه؟ وطريقة صرفة طب تعالى نشوف مع بعض كده انواع المخازن انا عندي في المخازن الحكومية طبعا بيبقى لها ترتيب خاص شوي من انواع المخازن دي المخزن الرئيسي اللي احنا بنسميه المخزن العمومي والمخزن الرئيسي ده بيعمل ايه؟ تهيئة الظروف المناسبة لتخزين المواد والادوات والمهمات والاصناف اللي هو شغل المخزن العادي والمحافظة عليها من جميع العوامل اللي مؤثرة في خصائصها وطبيعتها لاطول مدة ممكن ده شغل المخزن العادي انما المخزن الاقليمي بقى المخزن الاقليمي هو الذي ينشأ لخدمة الجهات والمناطق المحيطة يعني مثلا المخزن العمومي ده موجود في العاصمة بتاعت البلد انما الاقليمي ده موجود في المحافظات في كل عاصمة محافظة ياخد منين؟ ياخد من المخزن العمومي اللي هو المخزن الرئيسي يبقى احنا دلوقتي المخزن الاقليمي هو الذي ينشأ لخدمة الجهات والمناطق المحيطة به والبعيدة عن المخزن الرئيسي وهو احد وسائل امداد هذه الجهات بما يلزمها من اصناف ومهمات بعد كده تالت نوع المخزن الفرعي وده حيكون مخزن في منطقة تانية بياخد من المخزن الاقليمي وهو المخزن الفرعي هو الذي يمون باصناف ترد اليه من المخزن الايه؟ الاقليمي يبقى المخزن الرئيسي بيدي للاقليمي والاقليمي بيدي مين؟ للفرعي يبقى هو المخزن الفرعي هو الذي يمون باصناف ترد اليه من المخزن الاقليمي او الرئيسي كما يمكن تموينه بموجب التصريح له بالشراء في حدود مالية تعالى نشوف مع بعض كده الغرض من مخزن العينات قلتلك ان العينات دي عينات علشان مين؟ علشان المناس اللي حتيجي تورد لي حاجة اقول لهم وردوا زي دي او الناس اللي بتشتري حاجة اقول لهم اشتروا زي دي او الناس اللي شغال عندي اقول لهم اعملوا زي العينات دي يبقى الغرض من مخزن العينات رقم واحد اعطاء الفرص للمتعهدين والموردين المتعهدين اللي حيجبولي والموردين اللي حيجبولي الاطلاع على العينات النموذجية قبل التقدم بعطائهم للاسترشاد بها فيه ناس هتشتري مني حاجات وفيه ناس هتجيب لي حاجات يبقى لازم اجيب لهم عينا اقول لهم اللي حتجيبوهولي زي العينات دي بالزبط لازم يكون مطابق لمواصفات العينات دي يبقى الغرض من مخزن العينات اول حاجة ان انا بدي فرصة للمتعهدين والموردين للاطلاع على العينات النموذجية قبل التقدم بعطائهم للاسترشاد بها رقم اتنين استرشاد لجن الفحص للاصناف الموردة يعني انت هتورد لي حاجات فانا هجيب العينة اللي انا قلتلك شوفها قبل ما تورد واعمل لك ايه اعمل عليها عملية مطابقة يبقى من غرض من مخزن العينات استرشاد لجن الفحص للاصناف الموردة بالعينات في عملهم ومطابقة التوريد على العينات رقم تلاتة التحفظ على العينات النموذجية المصلحية وعينات التجار المقبولة يعني لما يكون المصلح عندي بيطلع عينات وانا شايف انها نموذجية ابعدها ومقستها وتشطبها وتكوينها نموذجية مفهاش الغلطة احتفظ بيها علشان بعد كده ابقى عايز ان انا لو عندي تجار بيوردولي حاجة اخذ من التاجر التاجر بيقول لي ايه انا هجيب لك حاجة زي العينة دي او ماخد تعالى بقى بعد كده علشان احسبك كل ما تجيب لي اه توريدات اطابقها بالعينة اللي انت جايبها رقم اربعة التحفظ على العينات التجار المرفوضة والغير مطابقة للمواصفات وتسلمها في المدد المحددة بعد ايه بعد اختارهم يعني لما لاقي حاجات مرفوضة عندي داخل المصنع بيعمل ايه اتحفظ عليها وبعد مدة اقول له تعالى استلم من العينات المرفوضة دي عشان اشلها من الايه من الجزئيات اللي انت بتوردها لي طيب انا دلوقتي بقى طالما خلاص عرفت يعني ايه مخزن وايه هي انواع المخازن وعرفت مخازن العينات انت دلوقتي المخزن ده بتخشله خمات وبيطلع منه منتجات بتدخل فيه عينات وبتشيلها فيه اماكن علشان تهيأ لها الجو المناسب والملائم علشان تخدها في حين طلبها طيب هي الخمات والمنتجات والعينات دي كلها قد ايه اه ده فيه منها حاجات صغيرة وفيه منها حاجات كبيرة مصانع بتصنع حاجات صغيرة ووزنها خفيف وحاجات بتصنع حاجات احجامها كبيرة ووزنها تقيل طيب انا دلوقتي لما اجي ادخل الحاجات دي جوه المخازن بالتأكيد كلنا هنقول ان الحاجات اللي وزنها خفيف دي ممكن يتعامل لها منولة يدوية المناولة اليدوية يعني مش ان انا شيل بايدي وبس لا ده نموز ممكن نستخدم ادوات منولة وتكون الادوات دي يدوية زي الكواريك اليدوية زي العربات اليدوية مسلا ان انا حط عليها مجموعة كراتين وحركها بايدي واروح حطها على الارفف المخصصة لها زائد ان انا ممكن تكون المناولة دي منولة يدوية يعني انا بشيل بايدي وبحرك بايدي وبستخدم اجهزة يدوية مش معنى انها يدوية يعني انا بستخدم ايدي في كل حاجة لا ده انا بستخدم كمان اجهزة يدوية إنما كمان ممكن يكون عندي منولة آلية زي إيه؟ ممكن أكون باستخدم الأوناش باستخدم الكلاركات باستخدم السيور النقالة إن أنا أحط الكراتين بتاعتي أنزلها من على العربات والسيور تاخدها تنقلها لداخل المغزن أو تاخدها من داخل المغزن للعربات يبقى أنا عندي منولة يدوية ومنولة آلية المنولة اليدوية باستخدم فيها أدوات يدوية والمنولة الآلية بستخدم فيها أدوات آلية بس خلي بالك إن أنا دايما و أنا شغال جوه المخازن لازم أكون عامل حسابي على عوامل مهمة جدا لازم يكون عملت حسابها في المغزن يبقى أنا دلوقتي لو بدخل منتجات في المغزن لازم أبقى عارف إن اللي بيخش الأول يخرج الأوق ما تجيش بقى أنت و أنت بتخزن للمواد فاتدخل للمنتجات تدخل 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 وبعدين المغزن يتقفل فتيجي و أنت بتطلع تلاقي نفسك بتطلع المنتجات اللي كانت آخر حاجة داخلة طب ما هو ما عمنا كده إن أول حاجة دخلت جوه المغزن حتستقر جوه المغزن لفترات طويلة آه يبقى أنا دلوقتي اللي يخش الأول يطلع الأول دي نمر واحد لازم المغزن تتوافر فيه العوامل التالية يكون جيد التهوية جيد الإضاءة أكون عامل أرفف للحاجات اللي محتاجة أرفف إن أنا راعي شكل الرصات بتاعة الأجزاء اللي أنا بحطها الرصات دي لازم ما يكونش فيها ميل وتكون مسنودة لازم يكون فيه تدفق داخل المصنع يعني الممرات اللي بيتحرك من خلالها الأوناش أو معدات المنولة اليدوية أو الألية يكون فيه ممرات بتساعدني إن أنا أدخل داخل المغزن واخرج إن أنا لما دخل منتجات داخل المغزن أقدر إن أنا أسحبها تاني بحيث إن أنا يكون عندي مبدأ والمبدأ ده بيقول إيه؟ إن اللي يخش الأول يطلع الأول عشان أحافظ على تاريخ الصلاحية بتاعته لأن كل حاجة لها تاريخ إنتاج وتاريخ صلاحي تعال نشوف كده مع بعض المخازن طرق المنولة فيها وإيه الشروط اللي واجب توفرها داخل المغزن نبص كده مع بعض طرق المنولة في المخازن أول حاجة اسمها المناولة اليدوية طرق المنولة في المخازن اسمها أول حاجة رقم واحد المنولة اليدوية وطبعا بعد كده حيبقى فيه منولة آلية. المنولة اليدوية دي وهي المنولة أو وسيلة لمنولة الأصناف الخفيفة حيث لا يمكن الاستغناء عنها وهي تعتمد اعتمادا كليا على العنصر البشري العنصر البشري هو اللي حتحركها وكقاعدة عامة يتم نقل المواد الخفيفة يدويا إلا إذا ثبت أنها عملية غير اقتصادية وتحتاج عملية المنولة اليدوية إلى الآتي هتعمل ايه لو بتعمل منولة يدوية نمرة واحد يكون عندك عدد كافي من الحمالين من الناس اللي بتشيل رقم اتنين صلاحية ومهارة خاصة للحمالين يكون الناس اللي شغالين حمالين دول عندهم مهارة خاصة وبيقدروا انهم يتعاملوا مع المواد لأن عندك مواد مختلفة مواد صلبة ومواد سائلة وممكن تكون في مواد غازية ويكون عندك مواد ملتهبة أو مواد قبل الانشتعال يبقى الناس دي لازم يكون عندها مهارة خاصة للحمالين مع عمل اختبارات دائمة لهم بضمان استمرار قوة تحملهم وسلامتهم يبقى أنا دلوقتي المنولة اليدوية دي هتكون دايما اللي بيستخدمها او اللي بيعتعامل فيها والعنصر البشري والمناولة اليدوية دي بتحتاج الى عدد كافي من الحمالين ونمر اتنين صلاحيتهم ومهارتهم تكون دايما رقم تلاتة اشراف مباشر مستمر على الحمالين لضمان حسن تأدية عملهم بالسرعة والدقة المطلوبة سرعة ودقة خلي بالك ان ممكن السرعة دي تؤدي الى تلف الحاجات اللي انا بدخلها في عملية التخزين ولكن ربطنا كلمة السرعة والدقة مع بعض علشان يبقى فيه حركة ديناميكية منتظمة وبالتالي تؤدي الى سلامة المواد اللي انا داخل اعمل لها عملية التخزين يبقى عندي اول حاجة المنولة اليدوية تعالى نشوف المنولة اليدوية انا ممكن استخدم ايه في عمليات المنولة من طرق المنولة اليدوية الادوات المستخدمة في المنولة اليدوية ايه رقم واحد وحدات نقل على عجل صغير تحرك يدويا بواسطة عالتالي وعمال المغزن وهذه تستخدم في المخازن الصغيرة يعني انا لما حاجة على عربات يدوية صغيرة دي حتكون في المخازن الايه الصغيرة وطبعا العربات الصغيرة دي كمان تحملها حيكون بكميات قليلة وكميات صغيرة رقم اتنين الدرافيل وهي عبارة عن قطبان حديدية تستخدم لنقف نقل الطرود الثقيلة الى داخل المغزن يعني درافيل كده عاملة زي العجلات او القطبان بزق عليها بس الاجسام السقيلة دي علشان اعمل لها عملية زحزحة ودخلها جوه الايه جوه المغزن رقم تلاتة السقائل اللي احنا بقوله عليها السقالة وهي تستخدم في حالة عدم وجود الات رافعة لتفريغ دايما بيسموا عملية التفريغ دي بيسموها تعتيق الطرود يبقى انا لو بفرغ الطرود دي من على سيارات للنقل مثلا سيارات النقل فانا بستخدم ايه رافعات بس وجود الات رافعة للتفريغ بتكون رافعات يدوية عشان كده احنا حطناها فين في المناولة اليدوية يبقى السقائل وهي تستخدم في حالة عدم وجود الات رافعة لتفريغ التعتيق او تفريغ الطرود من على سيارات النقل العام وهي عبارة عن كتلة طويلة من الخشب السميك تنتهي بخطاف يثبت في الجزء العلوي منها ليمسك بحف الطبلية السيارة يعني ياخد الطبلية اللي موجودة على السيارة كلها بكل ايه بكل المشغولات عن طريق خطاف يبقى من عندي من طرق المناولة اليدوية الادوات اللي انا بستخدمها النقل بالعجلات الصغيرة الضرفيل اللي عبارة عن قطبان او الايه او السقائل طيب لو انا جيت وقلت لك ان حيكون في ميزة او عيب ليه المناولة دي تقول لي ايه اقول لك من طرق المناولة اليدوية المناولة الالية المناولة اليدوية كانت بطيئة ومحدودة انما لما اجيك كلم عن المناولة الالية هي وسيلة لمناولة الاصناف باستخدام المعدات الالية وتتميز بما يلي خلي بالك انا بتكلم عن المناولة ايه الية المناولة الية يعني عندي سيور نقالة يعني عندي كلاركات يعني عندي اوناش كل دي حتشيل بشكل الى تمام انما قبل كده كانت منولة يدوي طب ايه الوسيلة دي دلوقتي بتتميز بايه في المناولة الالية رقم واحد سرعة الاستلام والتسليم عندي دي بتشتغل عن طريق الحاجات الميكانيكية الطرق الميكانيكية او الطرق الالكترونية رقم اتنين الاستغلال الاقتصادي للمساحات المخزنة حقدر استغل المساحات بتاعتي عن طريق الاجزاء الالية دي رقم ثلاثة ضغط التكلفة الاجمالية للمناولة لتوفير عامل السرعة والامان طبعا لما هتشتغل آلي فانت حيبقى سريع وآمن سريع وايه سريع وآمن رقم اربعة المحافظة على المواد المحافظة على الايه على المواد لان انا كده بقيت آمن نمرة خمسة الاستغلال الاقتصادي للبعد المخزن الرأسي لان الاوناج دي هتقدر تعملي تخزين رأسي يعني تحط الحاجة فوق بعضها انما انا لو بشتغل بشكل افقي يبقى المناولة اليدوية بس يلا هتنفعني انما لما حطلع رأسي مش هقدر العامل مش هيقدر يحط يدويا الحاجات فوق بعضها في رصات رقم ستة خفض تكلفة المخزون من ناحية عنصر استهلاك المباني يبقى المناولة الآلية بتتميز بالسرعة في التسليم والاستلام الاستغلال الاقتصادي للمساحات المخزنة بيضغط التكلفة الاجمالية للمناولة في سرعة وامان بيحافظ على المواد باستغلال الاقتصادي للبعد المخزني رأسيا وخفض الايه وخفض التكلفة طب انا ايه الاسس اللي لازم اتبعها وانا بعمل المناولة الآلية رقم واحد مراعاة مادة التدفق في خطوط التخزين في اتجاه واحد لما يكون فيه تخطيط للتخزين ده يبقى انا دلوقتي حراعي مبدأ التدفق يعني فيه اماكن اقدر اخش واطلع منها رقم به تخصيص صلاة واماكن للتخزين لكل نوع رقم جيم وجود ممرات كافية ووسعة لسهولة التحرك رقم دال مراعاة الاسس والقواعد السليمة عند تستيف وترتيب المواد في المخازن رقم هي اتباع مبدأ ما يستلم اولا يصرف اولا وعلى مستوى صلاة التخزين رقم واو تحديد عدد الايه تحديد عدد العمال اللي انت محتاجهم للمناولة الآلية وتدريبهم يبقى الاسس بتاعت استخدام المناولة الآلية مراعاة التدفق وتخصيص الصلاة والاماكن للتخزين ويكون يكون عندي ممرات كافية واتباع مبدأ التسليم بحيث ان اللي يورد اولا يصرف ايه يصرف اولا يبقى احنا النهاردة درسنا مع بعض الاقسام الادارية في المشروع وعرفنا ان انا عندي لازم في الاول طالما حعمل شركة يبقى انا عندي اشهار للعقد ويكون الاشهار ده بكتابة العقد خلال خمستاشر يوم عرفت بعد كده ان انا عندي من الاقسام الادارية مجموعة الانظمة اللي فيها وظائفية وادائية وسلوكية عرفت ان انا عندي حاجتين من اهم الاقسام الادارية وهي اقسام التسويق اللي هتعمل لي بحسل التسويق وتصميم للمنتجات والتسعير وبعد كده تعمل لي ترويج وخدمة رجال البيع علشان تحقق للربح والقسم التاني كان من اهم الاقسام اللي هو اقسام المخازن وعرفنا ان المخازن من مهمتها انها تهيأ الجو الملائم والمناسب للخمات والمنتجات وقطع الغيار بعد كده حيبقى عندنا حساب التكاليف بعد كده حيبقى عندنا ازاي يبقى عندي توريدات اللي هي بالممارسة والمناقصة او بالامر المباشر لو عايزين تعرفوا ازاي حنعمل التوريدات دي يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة الى ان نراكم على خير باذن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة